وينضم إلينا من بغداد السيد مظهر مصطفى مدير مصرف الخليج التجاري سيد مظهر بداية مرحبا بك وشكرا لانضمامك إلينا يعني في العراق البلد الغني بالنفط وفي عام 2009 لا توجد قروض شخصية برأيك من هو المسؤول عن غياب سياسة الإقراض الشخصي؟ قبل تأسيس المصارف الخاصة كان مصرف الرافدين ومصرف الرشيد يمارسان منح القروض الشخصية وفق ضوابط وفق ضمانات معينة في الغالب كانت قروض لموظفين دولة وهذه تختلف عن قروض أخرى كان يمارسها القروض الإقارية لكن بعد الأحداث التي حصلت خلال السنوات الأخيرة المصارف الخاصة لم تمارس عملية الإقراض في القروض الشخصية وهذه تعود لعدة أسباب أولا ضعف الضمانات ثانيا عدم استقرار المقترض في محله أو في عمله ثالثا رقعة المقترضين واسعة جدا وعملية المتابعة للمصارف الخاصة عملية مكلفة وطويلة الأمل لذلك أخذت المصارف الخاصة في الغالب تتجنب هذا النوع من الأقراض نعم مؤخرا بدأت بعض المصارف الخاصة تتوسع في شيء من الأقراض في مسائل تخص ترميمات تخص بعض المقتنيات المهمة أهم من هذا اللي حصل نفتح باب جديد هو مسألة القروض المتوسطة والصغيرة نعم هذه القروض تتراوح عادة بين خمسة دولار زيدت إلى خمسة وعشرين حددنا لغاية مئتين خمسة دولار تشمل كافة العمليات هذه تضمنها شركة العراقية الكفارات المصرفية التي أسسها أحد عشر مصرف خاص تقوم هذه الشركة بضمان خمسة وسبعين بالمئة من قيمة القرض الذي يمنحه المصرف العضو في الشركة وضمن ضوابط معينة وهذا المصرف يتحمل خمسة وعشرين بالمئة الثانية طيب سيد مظهر عفوا إذا ما وضعنا المسؤولية على كاهل الدولة واعتبرنا بنوكها مقيدة ما هو الهدف من إنشاء بنوك خاصة ليس دورها خدميا لصالح العملاء لا الحقيقة لا يسأ فهم هذا الموضوع المصارف الخاصة تمنح أيضا الإقراض الكبير قروض الكبيرة للمشاريع المتوسطة الكبيرة هذه أيضا تمارس المصارف لكن الموضوع المشاريع الصغيرة المتوسطة هذا موضوع مستجد خاص بشريحة معينة بالمجتمع لكن المصارف لا تزاد ضمن السياسات الاعتمانية تقرض مشاريع كبيرة تقرض الإغراض تجارية الإغراض صناعية بمبالغ كبيرة وفق ضوابط وفق ضمانات تأخذ المصارف من الزبائن هذه المواسلة لا تزال موجودة